منذ أن خرج إلى العالم ببرنامجه الإصلاحي الاجتماعي والاقتصادي تحت مسمى رؤية 2030 ظهر الأمير السعودي محمد بن سلمان أمام الغرب كعراب مشروع الحدثة للسعودية وصانع الدولة الجديدة التي لمعت صورتها بإجراء إصلاحات من بينها السمح للمرأة بقيادة السيارة صورة وضعتها سياسة القبضة الحديدية لولي العهد على المحك وأثارت جدلا حول تعاطيه مع الملفات الرئيسية للرياض ومع رموز دينية وثقافية وحقوقية فمنذ أن تولى وزارة الدفاع عام 2015 قادت السعودية تحالفا عسكريا دعما لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إذ تتهم منظمات حقوقية طائرات التحالف بالتسبب بقتل الآلاف من المدنيين في اليمن فيما يفيد تقرير أممي بأن التحالف والحثيين ارتكبوا في اليمن تجاوزات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وبعد ثلاثة أشهر من تقلد محمد بن سلمان منصب ولي العهد أوقفت السلطات في سبتمبر 2017 حوالي عشرين شخصا في أوساط رجال الدين النافذين والمثقفين قبل أن يطلق ولي العهد حملة واسعة نطاق قالت السلطات إنها تهدف لمكافحة الفساد استهدفت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين من بينهم الملياردار الوليد بن طلال الذين تم توقفهم مدة ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنهم بالتوصل إلى تسويات مالية مع السلطات بموازاة ذلك قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحرير استقالته بشكل مفاجئ من الرياض وتدخلت فرنسا إثر ذلك لإيجاد مخرج للأزمة بظل اتهامات وجهت للسعودية من قبل جهات خارجية من بينها لبنانية بإرغام الحرير على الاستقالة وعلى الإقامة الجبرية في الرياض غير أن السعودية نفت كل هذه الاتهامات وفي مطلع أغسطس الماضي اندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة على خلفية اعتقال نشطاء حقوقيين في السعودية من بينهم الناشطة سمر بدوي الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية ودفعها إلى اتخاذ قرارات تصعيدية حيالا كندا أما عن اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول فإن مصيره قد يحمل في طياته رسالة مهمة بشأن الوضع الحالي للسعودية وفي حال تم التحقق من قتل خاشقجي يحذر محللون من عواقب وخيمة على العلاقات التركية السعودية المتدهورة أصلا منذ أكثر من عام على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض والدوحة بالإضافة إلى انعكاسات سلبية على سمعة السعودية وصورة ولي العهد محمد بن سلمان ترجمة نانسي قنقر